اشتركوا في القناة بحكم قضائي غير مسبوق بإدانة المتهمين بصيد الدلافين وتغريمهم وبمصادرة القارب المستخدم في الصيد وإعادة الدلافين لبيئتها الطبيعية في البحر حفاظا عليها من الانقراض تولي مملكة البحرين اهتماما كبيرا بالحياة البحرية والفطرية والتنوع الاحيائي في قليم المملكة وذلك بتضافر الجهود المشتركة بين أجهزة الدولة المعنية كالنيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة من خلال تطبيق التشريعات والقوانين الحديثة والمتطورة المعنية بحماية البيئة ففي تاريخ 11 من أبريل 2022 تم ضبط متهمين باصطياد الدلافين المحظور صيدها بالمياه الإقليمية لمملكة البحرين من قبل تحريات خفر السواحل وبعد المراقبات البحرية والبرية واختار النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها بشأن المتهمين والمضبطات وفور تلقي النيابة العامة البلاغ بشرت نيابة الوزارات والجهات العامة إجراءات التحقيق في الواقعة باستجواب المتهمين وندبت المجلس الأعلى للبيئة لإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة والذي خلص إلى أن الدلافين المتحفظ عليها قد تم استيادها من البحر الإقليمي لمملكة البحرين وتم تقديم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وقد قضي استئنافيا بإدانتهم لارتكابهم جرائم موارسة الصيد التجاري دون ترخيص وصيد الدلافين المحظور صيدها وعدة جرائم بهذا الشأن ولضمان سلامة الدلافين المتحفظ عليها تم تأهيلها وإعادة إطلاقها للبيئة البحرية كونها تعتبر من الدلافين الحدباء المهددة بالانقراض وقد تم تنفيذ العملية من قبل الجهات المعنية بدعم من صندوق الدولي للرفق بالحيوان الإيفاو وعيادة تيلز البيطرية وزارة الداخلية على رأسها سيدي مع الوزير الداخلية تقوم بعديد من المهام ومن أبرزها الحفاظ على النظام العام الصحة العام والأمن العام في مملكة البحرين فضلا عن ذلك تقوم بمعاونة سلطات التشريعية الأخرى في تأدية وظائفها حسب أحكام القانون ولذلك ننوح لمرتادي البحر من هو والصيادين بالاتزام بهذه القوانين لحفظ الثروة البحرية والثروات الطبيعية في مياه الأقليمية لمملكة البحرين نحن عيادة تيلز البيطرية فخورين بكوننا ضمن فريق العمل المسؤول لعملية إطلاق الدلافين في مياه مملكة البحرين دورنا كان كفريق طبي نحن نتأكد من صحة الدلافين ابتدئنا بتحاليل الدم والألترسام استمرنا في متابعة حالتها من خلال عمليات النقل والتاغين وعمليات إطلاقهم في مياه مملكة البحرين صراحة نشيد بجهود المجلس العلال البيئة لهذا العمل الجبار وآيفا في مساعدتهم والوزارة الداخلية وبالأخص خفر السواحل والدفاع المدني مملكة البحرين تضع حماية البيئة ومواردها الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في مقدمة أولوياتها حيث تبذل جهودا حثيثة في هذا المجال من خلال تكاتف مختلف الجهات للحفاظ على البيئة وتطوير وتجديد التشريعات والقوانين الخاصة بالمجال البيئي التي تضمن سلامته واستدامته